بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين والمتابعين الكرام أينما كنتم طبعا بداية أود أن أقدم اعتذاري شديد للشعب المصري الكبير العظيم العربي الأصيل ولكل الأسرة الكروية المصرية والرياضية بكل أطيافها على ما حصل من الجانب العراقي في مسألة التصويت لللاعب الكبير العالمي محمد صلاح طبعا اللي حدث باعتقاد الشخصي هي سقطة أخلاقية أول شيء رياضية وأيضا شيء كارثي ووصمة غير جيدة في جبين المسؤولين العراقين بكل أسف أقول بمعنى أنه عندما يكون اللاعب محمد صلاح هو اللاعب الأفضل هو اللاعب العالم الذي ربما شهرته وصلت إلى أقصى حد في هذه الكرة الأرضية الصغير والكبير يعرف مقدار هذا اللاعب يأتي الجانب العراقي ولا يعطي صوته لمحمد صلاح في سباق جائزة الأفضل عالميا نعم صحيح ممكن اللاعب ليفا البولوني يستحق هذا الجائزة ولكن محمد صلاح أفضل من ميسي ليس مجاملة ولا رياء ولا تملقا ولكن اللي يعطي صوته لمسي هو أول شيء لم يقل الحق وجانب الصواب وأيضا أين 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 العروبة أين الأخلاق العربية اللي دائما عندما نكون في خندق واحد نكون مجتمعين على الحق وليس على الباطل نتكلم على الحق لأن محمد صلاح يستحق هذه الجائزة يستحق أن يكون على أقل تقدير هو الثاني عندما يأتي ممثل الإعلام العراقي ويعطي الجائزة ليفا ويكون محمد صلاح في المرتبة الثانية بالنسبة للإعلام العراقي الإعلام العراقي اليوم يعيش كبوة الإعلام العراقي غير موفق في كل طروحاته في كل تواكبة مع الأحداث العربية الإعلام العراقي عايش على التسقيط وعلى التطبيل ولا يقول الحق سواء داخل العراق أو خارج العراق ثم يأتي الكابتن المنتخب العراقي اللي أنا ما أعرف طبعا أنا بصراحة لم أتوقع أن يكون هذا الاسم هو كابتن المنتخب العراقي زيان لأنه اليوم إحنا لا نمتلك نجوم كبار في الكرة العراقية وبالتالي نعيش مأزق حقيقي في مسألة تقييمنا لللاعبين العراقيين يأتي كابتن المنتخب العراقي اللي مخلينا اليوم هو كابتن المنتخب العراقي هو أمجد عطوان اللي لا يحصل على الكثير من التوفيق في الشارع الرياضي يعني الشارع الرياضي غير مجتمع عليها كلاعب متميز أو ككابتن للفريق العراقي والكثير طالبوا بإبعاده من المنتخب العراقي يأتي ويعطي أيضا الصوت الثالث لمحمد صلاح وهذه سقطة كروية لكابتن المنتخب العراقي ثم نتكلم عن المدرب بتروفش المدير الفني للمنتخب العراقي اللي أنا ما ألومه مدرب غير موفق مدرب فشل مع المنتخب العراقي مدرب حصل على هذا المنصب بعد هروب أدفوكات بعد السقطة الكبيرة والغير موفقة للاتحاد العراقي باستقطاب أدفوكات ثم وضع بتروفش على سدة تدريب المنتخب العراقي وأعطى أيضا المرتبة الثالثة لمحمد صلاح اليوم الكرة العراقية تعاني الكرة العراقية في مأز كبير بسبب عدم الاحترام عدم الاحترام اللي أنفسنا نحن في العراق اليوم اليوم أنا أتكلم عن الإعلام العراق الفاشل اللي ما يستطيع أن يقود الكرة العراقية ويقود الكرة الرياضية أو الرياضة بشكل عام إلى الوضع الطبيعي وبالتالي اليوم حصل ما حصل وهذا طبعا شيء طبيعي لمجتمع لا يمتلك القرار ليس لديه القدرة على صياغة قرار موحد وأيضا ضعف المسؤول العراقي والفساد الذي ينخر بالرياضة العراقية فتقبل الاعتذاري الشديد يا جمهور مصر العظيمة على هذا التصرف اللي يمس الأشخاص هذا التصويت لا يمثل العراقيين بكل أطيافهم العراقيون يحبون محمد صلاح ويعشقون مصر وأيضا في الجانب الآخر لو كان لعب عراق اليوم مكان محمد صلاح أو أي دولة عربية أخرى حتى لو كانت مصر لم طبعا هذا أنا استبعدها لأن مصر دائما هي قمة العروبة ولم تعطي صوتها للعب العراقي ماذا سيحصل ستقوم الدنيا ولا تقعد وسيقوم الإعلام العراقي بحتى يمكن وصف هذه الدولة بالخيانة إذن علينا أن نعتذر نعتذر كمسؤولين وكإعلام عراقي لمصر زين ولمحمد صلاح لأنه يستحق هذه الجائزة ويستحق هذا التقدير من كل العرب